أن مش كل المدارس بيبقى الطلبات متغالة فيها كده ومش كل المدارس بيحصل فيها ده أنا بعتبر ده يعني أنا بتغالى في الأمر وده مش صح يمكن أنا المؤسسة اللي أنا بعمل فيها مش بتعمل بالمنهج ده كده بس خلينا نتكلم بتبعته السابلي لست بالماكن اللي هيشتور لا خالص إحنا عندنا سابلي لست ديت بتتحط على الوابسايت بتاع المدرسة أو بتتبعت إيميل مثلا للتالنس هقولك ليه إحنا زمان وإحنا على أيامنا إحنا المدارس كنا بنعمل إيه المدارسة فيها السلصال أنا كنت بشتري الألم الكلاس نعود التيتشر بتدخل بتقوم كتبة على البورد أنا عايزة منك كراسة كذا وكذا عايزة كتشتروا عشر فرخ جلاد وثلاث كراريس مش عارف وكنا نعود نقص أسل جلاد وكانت دي على أيامنا تمام دلوقتي عشان إحنا نتجنا بالطفل هيعود يكتب إيه ومش هيعرف يكتب حاجات كتير إحنا المدرسة كإدارة مش فاضين لأ بلعكس إحنا بنسهل المفروض إن دي كانت هدفها تسهيل على ألياء الأمور بدأت نقوم من التسهيل إن إحنا نطلب كل الطلبات مرة أخرى إننا أنا هطلب كل مدرس يطلب حك بالضبط وبعدين أنا هجمع الطلبات هقننها وفي الآخر هطلبها من ولي الأمر وكل مادة بتطلب الحاجة بتاعتها وتبقى في لست وحدة وبنبقى متنقشين فيها يعني مثلا إحنا أنا هتكلم على المؤسسة التعليمية المظبوطة أنا هفضل عن سؤالي ليه المؤسسة التعليمية المظبوطة بتطلبي من الطفل إنه يشتري مثلا المواد اللي هي مرتبطة بالحاجات مستلزمات أو سيبليز اللي مرتبطة بمواد فنية زي السلصال زي الألوان مش مدرسة مفروض بمينها بتاخد المصاريخ المنظفات بيطلبوها أو أنا طلبين مدنينة برضو تيشو المنظفات دي بتطلب من كيجز يعني مش المنظفات عشان خلينا نتكلم بسبسيفك أكتر لأ بيبقى الكلينكس التيشوز يعني لو كان سابون لو كان وايبس عشان الأطفال الصغيرين دي مستلزماتهم لكن الكبار أول ما بيكبروا لو ما جابهاش يحصل إيه بالنسبة لنا إحنا مش هيحصل يعني مش هعاقب طفل علشان ما جابش الحاجة لكن هي برضو ستيل في حاجات يعني خلينا نقول السابليز مش كلها تيشوز وكلها دي طول وكلها كده لا إحنا ستارتينج من برايمري لا هو فيه سابليز للكشكيل وبعدين إحنا لا إحنا بنعقد اجتماعات عشان نقلل كمية الكراسات طب الكراسة السنة اللي فاتت دي ما كتبناش فيها غير صفحتين إلغيها بترجعهم للأولاد؟ بنرجع لحاجات ترجعهم لحاجات الفضل ترجمة نانسي قنقر